السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد مع الشيخ المغربي. الفيديو اللي يعني سأقدم لكم اليوم هو فيديو يختلف كليا على كل ما قدمته في هذه القناة من قبل. يعني اليوم كما وعدتكم سوف اعرف لكم الخدام السبتيين او ما يسمى بالخدام اليهود والخدام المسلمين. والفرق بينهم والتعريف يعني تعريف تعريف يعني تعريف تنخيص وملخص وتعريف شامل ولكن ملخص ولكن فيما بعد يعني ستكون هناك حلقات متعددة كل حلقة سوف اعرف بها يعني كل واحدة على حد يعني كل خادم لوحدة هو تعريفه هو يومه المفضل وتقوسه وبخوره هو يعني كل واحد سوف اعرف به يعني بتدقيق لكن اليوم سوف اعطيكم فكرة عامة يعني وتعريف من هم هذا الخدام وما هو الفرق بين هم واختلافهم يعني وسوف اعطيكم يعني فكرة عامة عنهم ولكن فيما بعد سوف تكون حلقات يعني هذه الحلقة سوف تكون اه حلقات اه يعني كل 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 حلقة سوف تكون مخصصة لخادم من الخدام وملك من الملوك هذا هذا الخدام يعني خدام الجانب. بالنسبة يعني سوف نبتدي بخلاصة سوف اعطيكم يعني مثالين. هم الخدام كثيرين ومنهم المسيحيون يعني النصارى منهم يعني النصارى منهم اليهود منهم المسلمين منهم ملحدين يعني مثلهم مثل البشر. اليوم سوف اعرف لكم الفرق بين المسلمين واليهود. واعرف لكم اليهود واعرف لكم المسلمين بخلاصة. بخلاصة. اه سوف نبتدي على سبيل المثال باليهود. يعني كما وعدتكم سوف اعرف لكم يهود. نبتدي باليهود. اليهود هم خدام يعني يهود يعني خدام ملوك من ملوك الجان يهود آآ يختلفون مثل هم مثل البشر يعني كل واحد لوحدة كل واحد وشخصيته كل واحد واسمه كل واحد وانسلالته وكذا آآ سوف انا ابتدأ على سبيل مثل هناك دافيد هذا خادم من الخدام يعني مالك من الملك نحن نسميه خادم وملك يعني ما الفرق بين الخادم والملك يعني هو ملك من ملوك الجان يعني ملك عنده عشيرة عنده قبيلة يحكمها عنده سلالة يحكمها يحكمها ولكن هو خادم خادم العمل روحاني يعني يسمى مالك وخادم فآن واحد يعني يقلنا ضافيد ضافيد عنده لديه ابن اسمها ماريا حتى هي يعني ملكة من ملوك الجان هناك آآ ملسب يعني هناك ملثلات ملثلات مول السبت ما الفرق بين مول ثلاثة ومول السبت وما شرح مول ثلاثة وما شرح مول السبت مول ثلاثة يعني نقصد بها في المغرب يعني صاحب صاحب ثلاثة يعني صاحب ثلاثة يعني لأن يومه هو ثلاثة وهناك مول السبت يعني صاحب السبت هناك خيبارو هناك براهام يعني هم عدة دافيد براهام خيبارو آآ موشي يعني هناك عدة أنا اليوم سأعرف لكم تعريف وفكرة عامة خلاصة عنهم. بالنسبة لهذا الخدام فلونهم مفضل هو الاسود والرمادي. هذا افضل لونه عندهم. الاسود والرمادي. شموعهم تكون رماديا. لباسهم يكون عبارة عن بدلات مثل البدل الاوروبي الذي يرتديها الرشال. يعني بدل الاوروبي الذي يرتديها الرشال. هذا هو اللي يستخدم المفضل. بالنسبة لهم يحبونه. كل ما هو مصنوع من الفضة والنحاس. مثلا الشمع دانات. الشمع دانات هو الإناء الذي تضع فيه الشمع. مثل هذا الذي بين عيونكم الذي وضع فيه الشمع. يعني يكون من النحاس او الفضة. هذا هو النحاس او الفضة. هم يحبون الشمعدانات يعني يعني شموعون يحبون ويفضلون ان تقدم في الشمعدانات بالنسبة لهذا الهدايا او ما يقدم لهم في الطبلة يعني احنا في المغرب نقول الطبلة هي يعني نقصد بها المائدة المائدة يعني مائدتهم التي تقدم لهم كهدية يعني وكصواب نسميه صواب نسميه في المغرب صواب يعني كرمز هذه المائدة تقدم منك لهم يعني كرمز عربون للمحبة يعني تقدم لهم هذه الطبلة وسوف ادكر لكم ما يكون في هذه الطبلة تقدم هذه الطبلة هذه الطبلة يعني تكون فيها الشموع بالرمادي هناك نوع من هم يحبون الازرق المغلوق. الازرق المغلوق مثل هذا الذي بين عيونكم اه مثل الشمعات الاتنين. يعني المتخالفةين. وهنا اغلبهم يحبون الشمع الرمادي. اه قلنا يحبون شمع الرمادي وهناك السيدناء يحبون الشمع الازرق المغلق. المغلوق يعني مغلوق يعني ليس فاتح. الاجراء غير مفتوح. اه وهناك من واغلبهم يحفضلون الشموع الرمادية. قلنا لباسهم اسود. لباسهم اسود ورمادي ولكن يعني غالبا اسود. بالنسبة ما يقدم في هات الطبلة او المائدة التي تهدى لهم كعربون المحبة وكعربون يعني للتواصل معهم وكذا وكذا وكذا. تكون هات الطبلة يعني طبقهم المفضل والذي لا يستغنون عنه والذي يحبونه. واكلتهم يعني بالاحراء. اكلتهم المفضلة هو السمك. السمك. لماذا? لانهم بحراوين نسبة الى الى المسويين. ساشرح لكم ما اقصدهم المسويين والبحراويين. لانهم يعيشون اغلبهم يعني اغلبهم. اغلبهم يعني هنا اه القاعدة اي اي كلام اقوله ليس قاعدة عامة. هناك استثناءات. كما في حال بشر هناك استثناءات. اه قلنا هناك استثناءات يعني هم اغلبهم يعيشون في البحور ويحب البحور ويحب البحر ويعيشون في اليختات يعني في اليخت يعني اغلبهم. لهذا تجد الانسان الملبوس الملبوس بهم يعني افضل مكان له الذي يشعر فيه بالراحة وبالطمأنينة يعني افضل مكان يشعر به بالامان وافضل مكان له هكذا البشر المتلبسين بهذا النوع من الملوك يعني يحبون البحر يحبون الجلس في البحر يحبون تحدث الى البحر يحبون يعني ان يكونوا في البحر هكذا هم الخدام يعني الانسان يعني متلبسين به يعني يفضل الصفر في البحر وليس بالطائرة. يفضل الجولوس بجانب البحر. يفضل العيش بجانب البحر. يحب يحب الصفر في البحر ويحب اللجولوس كما قلنا في البحر والصفر في البحر ورؤية البحر والتحدث مع البحر هكذا لأنهم هم يعيشون في البحور. يعني ويحيشون في الاختياج وهم معروفين بالسقراطية والرفاهية يعني وهم يعني بالرفاهية والاستقراطية وعني لهذا تجي تجاري يعني تجاري يعني نسبة من تجاري يعني يستعينون. هذه ليست قاعدة عما يعني هناك استثناءات من الناس يفضلون قبول آآ القبول قبول التجارة. التجار يحبون قبول التجارة للتجارة اليهودي لأنهم هم تجار يعني هاد الخدام هم تجار يعني هاد المولك هم تجار آآ يعني هم معرفين بالمحبة بالتهيج بالجلب وبالقبول آآ بالنسبة قلنا يعني يحبون البحر العيش في البحر آآ سنعود سنعود آآ إلى إلى آآ مائداتهم يعني الطبلة ما نسمع احنا في المغرب بالطبلة يعني مائداتهم مائداتهم قلنا هو هي يعني افضل طبق الذي ليستغلون عنه هو السمك السمك ثم آآ يعني مشتقات العنب يعني ما يسمى بالروج مشتقات العنب يعني العنب المخمر الذي يتحول إلى شرق يعني النبي النبي مصنوع من العنب آآ أو ما يسمى بالروج آآ بالنسبة لهذا بالنسبة لقلنا آآ آآ شمعدانات مصنوعة من النحاس ثم السكاكين النحاسية أو الفضية السكاكين يعني السكاكين والفرشة يعني الشوكة الشوكة التي نتناول بها تكون هي أيضا الفضة أو النحاس آآ لأنهم استقراطين يأكلون بالشوكة ويأكل يعني آآ آآ استقراطين يعني يحبون الحياة يحبون الرفاهية يحبون الصفر هكذا. هذا تجد الانسان المتلبس به يحب الصفر يحب الرفاهية آآ يحب البحر يعني هكذا. حالهم متل حالهم. آآ قلنا بهذه المائدة تكون في هذا نابد المشنوع من العنب والسمك. آآ الحلويات آآ يعني هم عكس عكس آآ باقي الخدام وباقي الملوك. ومثال منهم المسلمين. آآ يجب أن تكون مائداتهم أو الطبل التي تقدم لهم خالية من الملح. هم لا. ممكن أن تقدم لهم الملح. يعني هم آآ يعني هناك نوع من الخدام هناك نوع الملوك إذا المكان الذي تحضر فيه الملح لا يحضرون فيهم. يعني آآ الملح تبطلهم وتبعدهم. لكن هم يحضرون في الملح. يعني هذا لأن البحر مالح. والسمك مالح. آآ قلنا هنا منهم دافيد منهم خيبارو منهم الثلاث منهم براها منهم موشي منهم ملسبت يعني هناك عدة منهم ماريا آآ مثلا هنا في المغرب عندهم آآ 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 أماكين خاصة آآ آآ أآ آآ 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 مثلا آآ 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 مدينة أزمور هناك عدة عدة اماكن خاصة بهم. لزيارتهم وطقوسهم. آآ آآ water هذا هم السبتين. هذا هم السبتين. عرفتهم بخلاصة يعني ب فكرة فكرة ملخصة. فكرة ملخصة آآ آآ�� اه هناك المسلمين. هناك بالمثال منهم الهادي. ايضا ليست قاعدة عمام. ليس كل خدام السود هم مسلمين. وليس كل خدام الحمر هم مسلمين. لا اغلبهم. مثلا اه السود. هناك منهم السود. منهم الحمر. منهم الموسويين او السماويين. اه نسبة الى موسى. يعني نسبة الى موسى يعني هذه عشيرة اسمها موسى. اه او سلالة بالاحرى او قبيلة. نسبة الى موسى. الموسويين او السماويين او البحريين. هم مسلمين. ويعيش في البحور. ولكن الاختلاف بينهم وبين اليهود الذين ذكرت في الاول. انهم مسلمين. واليهود يعني يهوديين. وعني حتى في المسلمين حتى البحرويين الذين يعيشون في البحور. هناك هناك منهم مسلمين على سبيل المثال عائشة البحرية. عائشة البحرية. وعائشاتهم عدة. سوف نبدأ بعائشات عائشاتهم عدة. هناك عائشة ملكات من ملوك الجان. هناك عائشة سودانية. السودانية نسبة إلى سوادها لأنها سوداء ليس نسبة إلى دولة سودان. نسبة إلى سوادها. ملكة من ملوك الجان معروفة هنا في المغرب. معروفة أنها تلقى بالسودانية. نسبة إلى سوادها. سوداء البشرة. لباسها أسود. هناك عائشة سودانية. هناك عائشة الدغوغية. وهي تتشابه كثيرا في طقوسها وبخورها. يعني عدة أشياء ولباسها ولونها المفضل الذي هو الأسود مع السودانية. ولكن الاختلاف بينهم هو أن الدغوغية بشرتها ويضاء والسودانية بشرتها السوداء. أما هم يتشابههم في البخور وفي الطقوس وفي كل شيء. قلنا هناك عائشة البحرية. ثانيا هناك عائشة السودانية. هناك ثالثان عائشة الدغوغية. ثم هناك عائشة الحمدوشية. آآ هذه بيضاء ولباسها أبيض. آآ هناك عائشة آآ يعني نحن نقول بنت بالحمر يعني عائشة الحمرة. إذا شح رحتوا عائشة الحمرة. لأنها من سلالة الحمر هي تختلف عنهم. بقي عائشة لأنها من سلالة الحمر. هناك قلنا عائشة السودانية عائشة البحرية. وهم عدة عدة. أنا الآن لن لن أختص في ذكر آآ واحد من الخدام يعني وأذكر سلالته ومميزته وكذا وكذا كذا. أنا سوف أعطيه خلاص يعني فكرة عامة. قلنا عائشة عائشة السودانية عائشة البحرية. عائشة الضغوغية. عائشة آآ الحمدوشية. آآ على سبيل مثل هذي هذو من المسلمين. ثم هناك ما سوف ندخل في محلة السود. محلة السود نقصد في محلة السود في المغرب يعني نقصد في محلة السود يعني الجماعة. الجماعة أو السلالة محلة محلة. محلة يعني جماعة جماعة السوداء. هناك ما نسميه بواب جنوا. بواب جنوا يعني بواب جنوا هذه موسيقى روحية مغربية. موسيقى روحية روحانية مغربية معروفة. آآ هذه موسيقى وصلت للعالمية. آآ وهذه السود بواب وهم هم اتنين. يعني من يفتح هذا الباب ومن يعني اولهم. بالاحران نقصب هذه الكلمة اولهم. اولهم وهم ميمونة وميمون. ميمونة وميمون. ميمون هم يختلفون. هناك عدة من الميامين. هناك ميمونة. حتى ميمون من هو بحراوي. وهناك من من هو من السود من الغاباوي. يعني غاباوي. يعني هم عدة. اذكر لكم آن يعني بتعريف ملخص. ميمون. وميمونة. ميمونة وميمونة هذه خادمة سوداء لباسها اسود. يعني تتشابه مع سودانيا ولكن هي اسمها ميمونة. هذه اسمها ميمونة اه كانت اه يعني لم تكن مسلمة اسلمت. وعندها قصة طويلة وسردها لكم مستقبل ان شاء الله. اه وهو ما معروف ان مثلا في في موسيقى جنوى نقول ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة يعني ميمونة تعرف الله وربي والله يعرف يعرف ميمونة. لماذا تنطق هادل 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 الجملة في موسيقى جنوى? لان هي كانت ليست مسلمة وعندما اسلمت يعني وقررت اسلام كانت لا تحفظ القرآن وكذا وكذا ولكن نيتها اه نية طيبة وانها كانت يعني تود الصلاة ولكن ليس لم تكن حافظة للقرآن. لهذا كانت اه اه اثناء الصلاة تقول ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة يعني ميمونة تعرف الله والله يعرف ميمونة يعني انت يا الله انت تعرف ما بداخلي. واني انا اعرف وعرف واعرف قيمتك واعرف هذا الدين وهذا يعني واعرف اه اعرف مكانتك ويعني 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 وكل ما انعمت به عليه علينا. وانت تعرف ان نيتي انا صادقة. صادقة وانني تمنيت اه القراءة مثلاق قراءة القرآن ولكن لست حافظة. هكدا لن Directive قلنا ميمونة هناك ميمون. هناك ميمون. آآ ميمون هو من من الخدام السود. هناك ميمون البحلاوي. لكي لهي خلطت. هناك ميمون البحلاوي هناك ميمون أه الغابوي هناك يعني عدة ميامين لكن الآن أخدص لكم في محلة محلة أو سلالة السود يعني سلالة السود هناك ميمون بالنسبة الميمون على سبيل المثال على سبيل المثال بالنسبة اليهود لم أذكر لكم بخورهم هو الميعا واللوبان الميعة واللوبان بالنسبة للميمون على سبيل المثال بخوره هذا ميمون من سلالة الربان المسلمين بالأحرى يقدم له القهوة السوداء العسل الطمر بخوره الجاوي الجاوي الأسود أو الجاوي السوداني ميمونة كذلك الجاوي الأسود أو الجاوي السوداني هذا هو بخورها والعود يعني أغلبهم أغلبهم إذ لم أقول جلهم يحبوا العود قلنا ميمون ميمونة على سبيل المثال أنا أعطيكم كل محلة يعني كل سلالة اثنين ثلاثة أما هم كثيرين ولا يعدون ولا يحصون هناك محلة الحمر محلة الحمر يعني سلالة الحمر عندما أقول محلة يعني سلالة محلة الحمر محلة الحمر هناك حمو هناك حمودة هناك جدهم أو أبوهم الأكبر المصطفى حمو حمودة مثلا حمود عندنا في الدول العربية مثلا الخليج وكذا ينتقلون اسم حمود اسم حمود هذا اسمه حمودة يعني تلخيص أو دلع لهذا الاسم حمودة وهناك حمو هناك المصطفى يعني جدهم الأكبر هذا النوع من الملوك يعني يحبون دم يحبون اللون أحمر عكس السودي يحبون اللون الأسود عكس اليهود يحبون اللون الغمادي عكس مثلا عائشات هناك منهم كما قلت لكم منهم السوداني تحب اللون الأسود الضغية تحب اللون الأسود الحمدوسية تحب اللون اه ابيض البحراوية تحب اللون اه الازرق الحمدوشية تحب اللون الابيض. اه البنت بالاحمر يعني هادي من سلالة الحمر. هادي عائشة من سلالة الحمر يعني من سلالة حمو وحمودة ومصطفى وكذا وكذا هم عدة. يحبوا الاحمر. يحبوا الاحمر. لونهم هو الاحمر بخورهم هو الجاوي الاحمر. اه ما يقدم لهم في طقوس وهذا يا وكذا العسل الحر العنب المجفف. اه العنب مجفف اه قلنا العسل الحر التمر الحليب. هذا هو كل ما يقدم للحمر. الحمر. اه مثل السود ايضا يقدم لهم الحليب. التمر والقهوة. اه يعني سوف يحصل لكم خلطة التركيز. هناك المسويين او البحريين. مثلا المسلمين. المسلمين. منهم قلنا عائشة البحرية. هادو المسلمين ليس اليهود. منهم عائشة البحرية. اه منهم كوبايلي منهم عدة. كوبايلي من عائشة البحرية. منهم عدة. اه مثلا سوف ندخل في محلة محلة البنات. ما نسميها محلة البنات. محلة البنات. يعني هذه ليست سلال لكن محلة تجمع فيها البنات. يعني الخادمات او الملكات. منهم عائشة هذه طبيعة الحال. ومنهم انواع اخرى. منهم مثلا ميرا. ميرا هذه من من سلالة الحمر لكن لونها الاصفر. الشموع الصفراء وبخورها. يعني مختلف اه مثلا على سبيل المثال انها اه تقوسها وما يقدم لها من هدايا. يجب ان تكون عبارة عن اه مصاحق تجميل و اه اه حمر الشفاه و يعني كل ما يكون عند النساء من حمرة ما يعني ما ادوات زي النساء هذا هو ما يقدم لميرا. ميرا. يعني اسم مستقم اميرا. يعني تقوسها وهداياها يجب ان تكون عبارة عن مساحق تجميل و حمراء و يعني كل ما يعني كل ما يعني كل ما يكون في المايكوب. اه بالنسبة هناك ماليكة ماليكة هم اتنان ماليكات ماليكة اسمها ماليكة ليست هي ماليكة واسمها ماليكة هم اتنين قناميرا وعائشات ماليك وماليكات ماليكات ماليكات من هم هم ثلاثا ولكن ساضكر لكم اتنين منهم الشجورية. منهم اه ما تسمى بالزوانية. من هم يعني اعد عدة. لكن اصلا اذكر لكم اتنين ساضكر لكم اتنين. هناك من تحب اللون الاخضر. وهناك من تحب اللون البنفساجي البنفساجي. اه الملكة 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 لأن اسمها ملكة وهي ملكة الملكة 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 التي تحب اللون الأخضر هذه ربانية مسلمة والتي تحب اللون البنفسجي هذه تنتمي إلى سلالة سبتيين أو اليهود هذه تحب البنفسجي هناك يعني سوف أذكر لكم بتخخيص لأن إذا تعمق لكم لن تفهموا أي شيء هناك قلنا السود الحمر البحراويين يعني لونهم أزرق هناك البنات محلات البنات وذكرتها لكم هناك نوع من أنواع من أنواع هذا الملوك وهذا الخدام اسمهم البوهالة 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 ماذا نقصد بالبوهالة إذا شرحتها باللغة العربية يعني الإنسان الذي تكون نيته صادقة ويكون تلقائف تصرفاته يكون قلبه سليم يكون نيته صادقة جدا لدرجته يعني تكون نيته صادقة لدرجة الناس يلقبونه مثلا بالعبيض أو أو ليس أحمق ولكن يعني دماغه وقلبه خالي خالي من الشر ومن الأدى ومن ضغينة وكذا والحسد وهو كل صفات الغير حسنة هكذا هم محلة يعني سلالة البوهالة بوهالة نحن في المغرب نقول بوهالة البوهالة نقصد بالإنسان الذي تكون نيته صادقة جدا حتى سيصبح مثل العبيض أو عبيض بالأحاق هذا وهذه هدو نوع من من أنواع يعني سلالة من سلالة الجانب بنسميهم بولاهالة لماذا لأنهم يعني يعيشون في في الخلاء يعيشون في تشرط يعيشون في مشي ليس تشرط لكن يعني في تنقل ليس 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 لن تجد له مكان مخص يعني كل كل مرة تجده في مكان الإنسان المتلبسين به يعني تجده كل مرة في مكان يحب آآ يعني تجده اليوم هو نوب وفي يوم آخر تجده قد سافر أو قد سافر مشيا يعني يحب تجول لكن ليس له هدفه في الحياة ليس جمع المال أو اللباس أو آآ السقراطي أو لا هدفه في الحياة هو تمتع بالحياة والعبادة وعني لا يفكر للغد هكذا هم هذا النوع يعني أتمنى تكون قد وصلتكم الفكرة هكذا هم هذا النوع يعني آآ يعني آآ لباسهم يعني لباسهم بالنسبة لونهم هادو بالنسبة لهذا النوع من الخدام لونهم ليس لديهم لون مخصص هم يجمعون جميع الألوان لهذا تجد لباسهم يعني فيه أحمر وأخضر وأزرق وبنفسجي ورمادي وأسود وأبيض يعني جميع الألوان تكون في لباسهم هكذا يعني تقصهم تقصهم ولباسهم تجدها من كل مثلا من كل من كل يعني كما نقول من كل فن طرب آآ يعني تجد مثلا على سبيل المثال بخورهم الجو والأبيض والعود وآآ ما نسمي بشبا والحمل هنا آآ آآ المسك آآ يعني يمكن يعني أي بخور أي بخور تقدموا لهم آآ التمر الخبز آآ الحلويات آآ الحلوة ما يعني البومبو أو ما يسمى بالحلوة والحلويات هذا هو هدية هدية تقصهم قلنا آآ يعني سوف سوف نعيد من قلنا البوالق قلنا السود قلنا الحمر قلنا الزرق أو الأزرق أو البحراويين أو المسويين يعني عندما أقول لكم الحمر عندما أقول لكم الأزرق فأنا أعني البحراويين وأعني بها المسويين أعني بها السماويين يعني يعيشون بين الماء والسماء يعني بين الماء والسماء ولونهم الأزرق نسبة إلى لون البحر الأزرق آآ قلنا هناك أولا البهالة قلنا ثانيا هناك السود هناك ثالث الحمر هناك رابعا الزرق وهم المساويين أو السماويين أنا أعطيكم التعريف المغربي لأن كل دولة تعريفها وكذا وكذا هناك محلة البنات والبنات منهم المسلمات منهم اليهوديات منهم النصرانية منهم عدة هذا هو هذا هو تعريفها عامة بتلخيص هذا هو تعريفهم بتلخيص هذا هو تعريفهم في الحلقات القادمة سوف أخصص كل الملك إن شاء الله كل مرة سوف أعطيكم ملك وبخوره وطقوسه وسلالته ولونه المفضل ويومه المفضل على سبيل المثال الحمر يومهم هو الثلاثاء على سبيل المثال أنا أعطيكم اليوم على سبيل المثال على سبيل المثال على سبيل المثال مثلا يعني على سبيل المثال ميرا ميرا وهي من من الحمر من ثلاث الحمر وهي أخت حمو لكن يومها هو الأحد أحد من صباحة يوم الأحد من الصباح إلى المساء على سبيل المثال مثلا اليهود يومهم هو السبت على سبيل المثال منذ الجمعة بعد غروب الشمس الى مساء يعني يوم السبت. اه ما لسا قلنا هذا بالنسبة على سبيل المثال عائشات. عائشات مثلا بالمثال اغلبهم يومهم هو الاثنين او الخميس. الاثنين او الخميس. اه يعني هادي الصفة يعني اليوم عندكم بها صفة عامة لكن فيما بعد سوف اتخصص لكم. اه قلنا كل واحد وكل واحد هنا لونه. مثلا على سبيل المثال ملكات التي والذين قلت لكم انهم اتنين وهما عدة ولكن اذكرت لكم اتنين وهما منهم الشجورية ومنهم الزوانية ومنهم اه الربانية. اه على سبيل المثال هادو بخورهم يعني بخورهم هو العود. اه ميرا بخورها هو المسكة الحرة. اه والعود هي ايضا. اه بخورهم. اه يعني مثلا تقوسهم تكون فيها حلويات شكولاتة. اه اه فواكه. فواكه سواء اه جافة او فواكه يعني فواكه الاخرى يعني مثلا مثل البرتقال والتفاح والموز وكده وكده وكده. اه بالنسبة يعني هذا بصفة عامة. يعني في الفيديوهات القادمة ان شاء الله سوف تخصص لكم كل ملك ويوم هو اللون وهو كل مرة سوف تكون حلقة عن عن كل ملك وعن ما هي سلالته ما هو يعني ما هي محلته وكده 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 وما يطقوسه وكده. انا عطيتكم تعريف يعني تعريف صفة عامة. تعريف صفة عامة. تعريف صفة عامة. تحية لكم الى فيديو قادم ان شاء يعني في الفيديوهات القادمة ان شاء الله زينيش كل مرة سوف تكون هناك تخصوصات في نوع من انواع هذا الخدام. تعياتي لكم إلى فيديو قادم ان شاء الله.